السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الوسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن نريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتد للذين من بعدهم من بعد ما جاتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتدلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما غزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوب لا تأخذه سنة ولا لوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم لذلك روها في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفو بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوسقى لن أفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوة يخرج لهم إلى النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إن قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على برية وهي خوبية على ورشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فآماته الله مئة عام ثم بعسه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم رب أبني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن وقال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز الحكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أو بتت سبع سنابل أو بتت سبع سنابل في كل سنبلة بأدو حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبع لما أنفق بنا ولا أذى لهم أجرهم عود ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لتبطنوا صدقتكم بالمن والأذى كالذين ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوار عليه تضابه فأصابه وابد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي الحوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أمواله بطغاء الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمسل جنة من ربوة أصابها وابد فهاتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابد فقلوا الله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من دخل وأعنى من تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذلية ضعفا فأصابها إعصار فيه نر فاحتركت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تعملوا الخميس منه توفقون ولستوا بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله وسع عليم يؤتي الهكمة من يشاء ومن يؤتي الهكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقد أو لذوتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فلعما هي الرئيم تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو غير لكم ويكفر عنكم وسيادكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأوفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفي ليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين عشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيان من التعفف تعرفهم بسمهم لا يسألون النساء الحافى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم وبالليل والنهار سروا على نيتهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتحبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأعل الله البيع وحوما الربا فمن وجاءه موعظة من ربه فانتف له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحب الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعبدوا الصالحات وأقوموا الصلاة وأدبوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودعوا ما بقي بنا الربا وكنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلك الرؤوس أمواركم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وابتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايعوتم بديل إلى أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وكذب أن يكتب كما علمه الله فليكتبه وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفن يملل وليه بالعدل واستشهده شهيدين من نجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أو تضل إحداؤما فتذكر إحداؤما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا وذا تسأموه أو تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أبسط عند الله وأقوم للشهادة وأذناء لا تغتابوه إلا أو تكون بجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوه إذا تباعتم ولا يضور وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوقوا بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم وبعضا فليبدل لبئتم من أمالته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات والأرض وإن تبذوا ما في أفسكم أو دفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أمسل إليه من ربه ولمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذي من قبلنا ربنا ولا تحمل لما لا قاقتلنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأوزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأوزل الفرقان إن الذين كفروا بآية الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشارهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزو قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أوهنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم نغيب فيه إن الله لا يخلف البعاد إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذه الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئت تقادل في سبيل الله في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم نسليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس عب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقوطات من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأبناء وخالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آبدنا فغفر لنا جنوبنا وخنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والموفقين والمستوفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من وبعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع حسابه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير من عباد إن الذين يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير حقه ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشره بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لو تمسنا النار إلا أياما معدودا وغضهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما هو تشاء وتوسع الملك من ما هو تشاء وتعز ما هو تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كتن شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترسك من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أو تبتقوا منهم تقى ويحذغكم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعدا ويحذغكم الله نفسه والله رؤوف وبالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذلية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطري محورا فتقبل مني إنك أوت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أمتا والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك المنسى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأوبتها لباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دغن عليها زكريا المحراب وجد عيودها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عيود الله إن الله يغسق منه يشاء بغير حساب هناك دعا سكريا ربه قال رب هبري من لدنك ذلية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته المنائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقه بكلمة من الله بكلمة من الله وسيدا وعصورا ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون لي غلم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آيته قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجد وركعي مع الراكعين ذلك من أنبار الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقدامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشعك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وديهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلب الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يغلق ما يشاء إذا قضوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني صار إلى أني قد جئتكم بآية من ربكم أني يخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأغرص ووحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التواضي ولأحل لكم وبعض الذي حلم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم فلما أحس عسى منهم الكفر قال من أوصى لي إلى الله قال الحواريون نحن أنصى الله آمن بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمننا بما أوصلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعد الذين اتبعوك فوق الذين كفروا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكوا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعزبهم عذابا وشديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عود الله كمسل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين فمن حاجك فيه بمبعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ورساء ورساكم وأوفسنا وأوفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله علموا بالمسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في ظاهما وما أمسر التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا لصاليا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتبتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أوزن على الذين آمنوا وجه النهار وقفروا وآخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن أتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي إن أتا أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بذينا لله يؤذي إليك إلا ما دنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإلا الله يحب المتقين إن الذين يشتعون بعهد الله وأيمانهم سمنهم قليلا أولئك ناخنا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا يوضر عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلبون أنسنته بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يبتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من ذن الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أو تتخذوا البلائكة والنبي لأربابه أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم منه كتاب وحكمة وثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أأقرأتم وغلتم على ذلكم إصري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفضل ردير الله يبغون وله أسلم من في السماوات والغرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أمسن علينا وما أمسن على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبدغ من إسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الأغرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا يوم يوضرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لو تقبل دورتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفروا فليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر